اليوم صاحبات المحتوى الهابط يتكلمون بقوة سيد اياد هم اصلا يعني متمردين حتى على القانون وحدة تقول لن اذهب الى المحكمة يعني فاتتها نومة هذا استهتر بالقانون بس شنو النتيجة ستوجدان اوكي يعني مجتل المحكمة وهذه هي مو قضية تحديات او كده يا متحد يا نقطة يعني هسا انت مدير مدير خلنا نتكلم بعامية حتى انا اردفهم وانت تفهم المشاهد كونك مدير قسم عندك موظف او جاك تبليغ من محكمة تروح لو ما تروح سيد اياد لا المفروض اروح طبعا يعني حتى لو فاتك ليش يعني فهمي اذا مرحت اصير اجراءات اكثر يعني تشدد يعني اطلع انه وفاتت نينومة يعني تتكلم قوة هذه اي بس انتوا شفتوا الاجراءات يعني اللي صارت يعني اللي قالت اخذت نينومة او غيرها شنو الاجراءات القانونية اللي صارت بحق بحق اللي ديقول هيشي يعني هو وغيرها واجراءات موجودة يعني طيب يعني هاسا حاليا وها مو جراءتنا يعني وزارة الداخلية وزارة الداخلية مجلس القضاء ووزارة الداخلية طبعا هي مشكورة هاي اولا منصة تبلغ شلون بدت الفكرة يعني خليني شون انطلقت هناك آلية يعني محددة محددة للتعامل مع البلاغات أم شفتوا بالفعل أنه المواقع والتواصل الاجتماعي ضجت بهاي السلفة نعم الفكرة مثل ما ذكرت يعني قرار مجلس القضاء عليه أنه يمر بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تتبنى الموضوع المتابعة المحتوى الهابط وتقديمها المحكمة النشر والإعلام الكرخ الثالفة هنا شنو اللي كانت اتبعنا بالبداية أنه اتخذنا أنه قدنا قسم معني بقسم الرصيد أنه نرصد المواقع الأيكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي وندور على المحتوى هذا بالبداية كان العمل لكن وزارة الداخلية أنه كانت رأيه آخر أنه إشراك المواطن بالقرار كيف نشرك المواطن بالقرار أنا كمسؤولية مدير قسم الاتصالات والمعلوماتية ترجمت هذا الرأي أو هذا القرار أنه أنشئ هذه المنصة منصة تبلغ اللي موجودة بالواجهة البسيطة جدا يعني ما كانت معقدة لكن هذه الواجهة البسيطة لاقت استحسان جدا عالي من قبل المتصفحين من قبل المواطنين وجدت بلاغات طبعا بلاغات بالآلاف طورتها بعد أكثر أنه شفتكو حالات متكررة أو روابط متكررة بدأ كل بلاغ اللي بي تكرار ديبينز قد تكرار على هذا المنشور رتبته في هالطريقة حتى ممكن الرصد ما يكون أولوية اللي ديتكرر علي البلاغ وورمين ناخد البلاغ المكرر يعني أكو تفاعل من المواطنين تفاعل جدا قوي طيب خلي أتوقف عند التفاعل سيد أياد عندي اتصال إذا سمحت لي اشتركوا في القناة